بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الواحد اميم تحلى علينا نعمته ورحبته وبركته الان وكل اوان ولا ظهر دور كلها اميم احبائي مشاهدي قناة السيسات اهلا بكم في هذه الحلقة نكمل الاية المسيح له المجد قالها بكل وضوح وقوة نكمل فيها اما قال ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطيئكم ودي كان موجودة في انجيل كدس يحنى الصح 8 اي 24 ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطيئكم وخدنا اول مرة اني انا هو الطريق والحق والحياة حنفضل فيها برضو لان احنا خلصنوهاش لسه انا هو الطريق خدناها اول كلمة في الاية وعرف ان هو الطريق الوحيد للخلاص من الخطيئة والطريق الوحيد الخلاص من الموت الابدي من دانون الجهنم هو الطريق الوحيد الخلاص من ابليس وسلطانه من سلطان الخطيئة وعرفنا هو الطريق الوحيد لمراس ملكوت السماوات هو الطريق الوحيد للسلام الانسان محتاجي يحصل عليه عشان يعيش في السلام وطمأنينة باية ايام حياته على الارض غربته على الارض وهتكلمنا بنعمة المسيح في الحلقة اللي فاتت في هذا النهاردة نكمل الاية انا هو الطريق والحق والحياة فضل الكلمتين دول نتأمل شون مع بعض ونفهمهم بنعمة المسيح عشان مهمين جدا 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 الحق اه الحق كلمة او استلاح لا يطلق الا على الله وحده لان الله وحده والحق نقول في لان ده على حق في لان ده حقاني حقاني لكن الحق هو الله الله وحده والحق اما المسيح يقول عن نفسه انا هو الحق وما امنتوش بكده هتموتوا في خطاياكم با الازي لا يؤمن بان المسيح اللي ما موت هو الله الحق هيموت في خطاياه مش اي حاجة هتغفر له خطاياه غير ايمانه بالمسيح اللي قال ماجي انا هو الحق هو الحق الحقيقي وعشان كده الكلام اللي بيكلمني بيه قال الكلام اللي كان بيكو هو روحه حياة هو حق فكل وقال كده لان كل حرف من كلامه حق فقال السماء والارض السماء والارض تزولان وده حيحصل لكن حرف من كلامه لا يزول لان هو الحق مش حرف من كلامه يزول او يتغير او يتأول او يلجع فيه او يقول معلش او لا 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 الحرف السماء والارض تزولان لكن حرف من كلامه لا يزول ان هو الحق وعلشان كده كل إنسان يؤمن بالسيد المسائل والمجد إنه هو الله الحق الظهر في الجسد اللي جاء عشان يخلصنا من الخطيانة يبقى إنسان حقاني يعني ماشي في طريق الحق يعني ما قدرش يقول إلا كلام حقيقي إلا كلام حق يعني ما عارفش يجذب ما عارفش بالغ ما عارفش يقول كلامه يرجع فيه ما عارفش لا يملك لإن الحق ما لي كيانه اللي هو الرب يسوع ما لي حياته كلامه بيحكم الإنسان بيحكم لسانه بيحكم فكره فينه ما ينتقش غير الحق والحق يحرركم المسائل والمجد الحق يحرركم تعرفون الحق والحق يحرركم الحق اللي هو الله الرب يسوع المسائل كل ما والمسائل والمجد الحق يحررنا من سلطان الخطيئة ومن سلطان إبليس لما قلنا المعارف البادر فكل الكلام مترابط مع بعضه كل الكلام مع بعضه متجانس مع بعضه يعني موضوع واحد الله عايزنا نؤمن بيه المسيحة المجد إن لم تؤمنه إني أنا هو الحق الله الحق تموتونا في خطاياكم وعشان جده إذا أمنت بإن المسيح هو الله الحق فعلا الزهر في الجسد من أجل خلاصي من أجل تحريري من أجل تبريري ومن أجل ميراسي الحياة الأبدية فأنا هعيش كمان بالحق ومش هتكلم إلا كلام حقيقي كلام حق يعني مش هشهد بالزور على حد مجاملة لأي إنسان أي أنكم مركزه كلام هيبقى حق عشان كده مسيحة المجد يقول إيه بشي دي صيروا في النور مدام لكم النور لألا يدرككم الظلام النور إن أنا أقول كلام حق إن أنا ما عويشي القضاء ما جاملش حد على حساب الحق عشان جده في المحاكم دايما الميزان الحق الميزان يعني عشان بقى الحكم حق على حق عشان كده ده طبعا الواحد بيتمنى أن يكون كل الأحكام على حق بيتمنى ولو إن فيه بعض حاجات بتصير بتصير تساؤلات جوه الإنسان يبقى القضية مثلا عشرين واحد مسيحي اتأتلوا جوه بيوتهم ويطلع القتل براءة ففين الحق هنا فين الحق هنا يعني أنا عقلة هيقبل كده عشرين جسة اندفنت قدام عيني للعالم كله والقتلها اتلعوا براءة حاجة شيء مذهل جدا كيف ده بقى حق حصل كزا جدا الحقيقي بيأكد على الحق الحق ده مهم جدا في حياتنا لو الزوج بيكلم مراته بالحق هتصق فيه مش هتشوك فيه أبدا فيه من الأيام لو الزوجة لو الزوجة بتتكلم مع جوهها بالحق وما تخبيش عليه وما تدريش عليه وتقوله كلام مش مظبوط أو تبالغ في الكلام أو تدي كلام منقوص مش حيبة كلام حق ويكتشف جوهها هذا يفقد الثقة فيها بسبب مشاكل كتير جدا أسرية هو عدم موجود الحق في البيت عدم موجود الحق في حياة الإنسان في حياة الزوجة أو الزوجة ما فيش حق مش كلام حق بتقال فيه لف وضارام فيه أوجاب في الكلام فيه نقصام في الكلام فيه اختزال في الكلام حاجات تدايق حاجات تدايق وانشيء ما توجيش سلام في البيت عشان كده اللي بيتبع المسيحة لو المجلد بيتبع الحق لأنه هو الحق إلا بتؤمنين أني أنا هو الحق حتى موتونا في خطاياكم والحق إن أنا عيش به مش إن أنا أؤمن به بس إيمان عقلي أو إيمان شفاهي لا إيمان عملي إيمان عملي إن أنا أكمان تاريكا لنا مثالا لكيما أتبع إصري خطواته يعني أمشي زي ما ميشي لما نضي الجزة لكيسر أم لله ادوني صورة ادلوا عملة ادلوا عملة العملة علىها صورة وعلىها كتابة مش هو ده فعلهم لمن هذه الصورة ولمن هذه الكتابة فقالوا له لكيسر علهم إذن اعتوا ما لكيسر لكيسر وما لله لا كلمة حق كلمة حق اعتوا ما لكيسر لكيسر وما لله لله الله ليه حقوق ياخدها كيسر ليه حقوق ياخدها لا جيد الده ده لا جيد الده ده لكن آل جلمة حق بظبوطها في مكانها لأنه هو الله الحق كانش يطلع كلام الحق منه ما ليه يطلع من مين فاللي بيمشي في طريق المساهل والماجل يؤمن بي ويمشي في طريقه بيمشي في طريق الحق لا يمكن تطلع من بقه كلمة غلط كلمة زيادة ليه بقى اللي ده لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان يحكم عليك كلام كل كلمة بطالة ستعطون عنا حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تتبرر بكلامك تدان حتى الكلام بيبقى الإنسان اللي ماشي في طريق المساهل والماجل مدقق جدا في كلامه يقول لك فلان ده حقاني ده فلان ده بتاع ربنا ما بقولش غير كلمة حق عادي سيسأل سيسأل فلان عشان دايما كلام واحد كلام واحد واحد يقول لك كلام واحد حصل كذا كذا كلام واحد ما عندوش كلمتين تلاتة عشان كذا يا حبائي اللي يعرف الحق يقول لك تعرفون الحق والحق يحرركم فنعرف الحق اللي هو الرب يسوع له كل مجد أنا هو الحق والحق اللي رب يسوع يحررنا من ضعفاتنا من خفنا من ضعفنا من شيان الهم من حملان هم بكرة الحق يحررنا من أي خوف يحررنا من أي قلق من أي تعب إن لم تؤمنوا إني أنا هو الطريق والحق الثالثة بقى والأخيرة نختم بها والحياة أنا هو الحياة دي ما فهش بقى كلام دي يقول أنا هو الحياة يعني بشغل أنا حي أنا هو حي أو أنا سأحيا لا 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 ما هو حي إلى أبد الأبدين هو مات قبل ما يدمو على الصليب ويموت على الصليب قال لهم ابن الإنسان للتلاميذ مش لواحد ولا اثنين للتلاميذ ابن الإنسان قبلها ابن الإنسان يسلم العيد الخطاء حيصلبوه يتلوه في اليوم الثالث يقوم حتى إن اليهود قالوا للبلاطس اعمل معروف عزيني حرصوا الكبر عشان هو آيل لتلاميذه للناس إنه في اليوم الثالث حيقوم فبدل ما تلاميذه يجي يسرقوه يسرقوا الجسد بتاعه ويهربوه ويقولوه قام هوت وتبقى الضالث الثاني شد من الأولانية فعزيني نحرص الكبر قالوا من روح حرص الكبر بتالي عدوكم الحراس وروح حرص الكبر موجودا في الكتاب مؤدس في الإنجيل مقادر وراحوا وحطوا حجر كبير على الكبر وختموه كمان برشموه عشان بيضماره والمسيح له المجد قام في اليوم الثالث زي مقال للتلاميذ وابن يحصل معك إنهو الله عارف وجول ايه عارفوا إيه اللي هيحصل عارف كل شيء قبل أن يكون لأن نبيه كان كل شيء وبغيره لما يكون شيء مما كون أو مما كام فالمسيح له المجد هو الحياة لأنه فعلا أم الأموات حي وصعد إلى السماوات حي على فكرة مش إحنا بس كمسيحين اللي بنقول كده المسيح حي لا حتى أخواتنا المسلمين أيات في القرآن كتيرة بتقول كده منها مثلا على سبيل المسال على ما أذكر يا عسى يا ابن مريم إن متوفيك هتموت يعني ورافعك ألي إصار للسماحية ومطهرك من الذين كفروا وجاع الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة يعني الذين يتبعون المسيح فوق الذين كفروا بالمسيح إلى يوم القيامة والمسيح هو إيه هو الحياة أنا هو الطريق والحق والحياة فلي يكفر بهذا الإيمان بهذا الإيمان بالسياد المسيح والمجد هو الطريق والحق والحياة المسيح المؤمن بكده هيبقى فوق الذي لا يؤمن بهذا إلى يوم القيامة مش إلى يوم حد تاني مش الى يوم فترة معينة من الزمن الى يوم القيامة اه المسئل له المجل اه هو حي الى ابد الابدين كما جاء في صفر الرؤية ها انا حي الى ابد الابدين وما زال حي فعلا وصعب للسماء قدام تلاميذه مش في الظلمة ولا في حلم هو بيتكلم معهم في وضح النهار وفيما هو يقول الكتاب كده في صفر عم رسول وفيما هو يتكلم معهم ارتفع عنهم الى السماء بصوا لقوه كده زي مع التشبيه ربنا سمعهم زي اليوكيبتر طال كده رأسي الى السماء كده قدام عينيهم لا فيش حاجة شديته ولا في حاجة ده هو جاء الطيارة خديته ولا اي حاج طال كده بقوته الذاتية بقوته الالهية مفيش نبي حصل معها كده ولا حيحصل مع اي حد كده دي ان هو الله كل خالق الكون ده كله والجاذبية الارضية والطبيعة والخالقات فعشان كده حيبقي صعد كده قدامهم التلاميذ من كتر هاول المنظر وغرابة المنظر وانه ما حصلش قبل كده ولا سمع عنه قبل كده فضلوا شخصين شوفوا هيوصل لغات فنو يرجع تاني ولا ايه فضلوا شخصين شخصين لغات ما اختفى عنهم صعد 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 للسبق واختفى عنهم شايفين اي حاجة وفضلوا شخصين برضو منتظرين ايه زيبتاني ولا حاجة فالملاكة جواهلهم قضون موضر ايها رجال ما با لكم هكذا شخصين للسماء انه ياسوه الملاكة جات لهم قد لهم كده ايها رجال عين بيان مش حلم هم وقفين في مكانهم هم وقفين في مكانهم يا اخوانا هو ده الدين بتاع ربنا الحقيق هو ده طريق السمع الحقيقي انا هو الطريق والحق والحياة هو الحياة بدونه بيأموت ما با لكم شخصين ل united's strengthen ان ياسوه هذا الذي رأيتموه منطلقاً للسماء سيأتي هكذا كما رأيتمه من السماء عشان يديني العالم وده المجيء التاني اللي كل مقترب بيه وفيش اي حد على اختلاف فكره بينكر حقيقة المجيء التاني المسيح على المجد عشان يديني العالم عشان يحكم على كل انسان على وش الارض انا اشكر ربنا ان انا مؤمن بيه عشان لما يجي يديني قالوا انا من اولادك ومتبسكت بيه ومتكلمت عنها كده وهكذا يا حبائي مهم جدا المسيح هو الحياة يعني دي كمان نخرج منها بتعليم مهم جدا جدا مفيش حياة حقيقية فيها راحة وسعادة وسلام وفرح حقيقي لا يشوفه اي قدر بيجي عن المسيح العالمج ليه لي المسيح هو الحياة انا هو الطريق والحق والحياة فاذا الحياة فين حتة في المسيح العالمج بولوا شوك اشتبارها وقالها اما قال ايه قال لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح الموت الناس بتخبر من ده بالنسبة لي ربح لكن لي الحياة هي ايه المسيح ان انا عيش في الامام بالمسيح ان هو الطريق والحق والحياة ان هو الله المتجسد اللي الزهر في الجسد ان هو مخلص العالم اللي هو ديان العالم اللي هو اعطاني روح القدوس يمكس معي للابد يسكن فيها وحاولني هيك من قصد سكنها هو لهذه الحياة الحياة ان انا عيش بالمسيح وللمسيح له المجل انا هو الطريق والحق والحياة فاي حياة خارج دائرة الامام بالمسيح له المجل خارج دائرة السير في طريق وصية المسيح له المجد ده موت وضمار وضياع طبعا ضياع عشان كده كل بيعدوا عن طريق المسيح له المجد اللي انغمس في المخدرات اللي جاله اكتأب نفسي اللي راح انتحر اللي اغتصب مش عارف ايه اللي اتورت في علاقات دانسة كتيرة اللي بيشرب في خمور ومخدرات اللي زي ما بنسمع مش فوق تسرد الكلام ضمار وضياع مش حياة ده موت لكن الحياة اللي فاها امان واستقرار وراحة وسلام وعدم حملان هم وفرح حقيقي لصاحب الانسان كل وقت حتى في المنام ليه هو نهار هو عايش في سلام وفرح مش بحتاج اي حاجة ماليه ماليه يا احباء ليه الحياة هي المسيح والموت وارف عشانك المسيح والمجدد بيأكد يقول ان لم تؤمنوا اني انا هو الطريق والحق والحياة تموتون في خطيئكم يعني ان لم تؤمن ان الحياة هي في المسيح لهون مجدد والحياة الحقيقية في المسيح والبعد عن طريق للمسيح لهون مجدد ان بعد عن كنسته البعد عن علاقة شخصية معاه البعد عن إلغة كتاب مؤدس البعد عن الحياة مع المسيح لهون مجدد ده موت مش حياة موت وضياع وضبار زي الابن الضيل لما سبت أبوه وراح وخد الفرص كلها بتاعت المراس وذهب الى قرى بعيد عشان بعيد عن عن أن نبوه حصله ايه حصلوا ضيعة. حصلوا ضيعة. ضعوا ودمر وخسر كل الفلوس اللي خاتت قبل ابوه. خسر يا تماما. واتدمر ووصل لمرحلة من الازلال ان كل اصدقاء له كانوا حواليه واغبوه. اهل العالم يعني اصدقاء العالم. تخلوا عامل كلهم. كانتش يلاقي حيط تايبات فيها. فراح لرعي خنزير. يقول له يعني شغلني عندك اي حاجة بلقمتي. قال له خلاص خدر القطير خندده ارعاه. وكل معهم يعني. يقول الكتاب بقى ايه. شوفوا اللي بيعد عن الحضن ابوه. اللي بيعد عن حضن المسيح للمجد. كان مسالة على كده الابن الضالب. وكان يستهي ان يأكل من الخرنوب التي كانت الخنزير تأكل منه ولم يعطيه احد. كان يستهي ان يأكل من الخرنوب الذي كانت الخنزير تأكل منه ولم يعطيه احد. يعني وصل مرحلة انه اشتهى اكل الخنزير ومالقاش. ومالقاش. الحياة بعيدة عن المسيح للمجد موت وضمار وضيع يا حبائي. عشان كده هنا المسيح للمجد بيأكد انا هو. مفيش غيري. انا هو للتأكيد والتخصيص. الطريق فعرفناه? والحق والله الحق والحياة. ما فيش حياة بدونه احباي. انا اقول انا عايش انا انا ليه حياة في المسيح. لكن بعدها المسيح انا ماليش ايمة. انا دودة ميتة انا حشرة نكرة. ماليش اي ايمة. ايمة الانسان في مدى التساقه بربنا يا سوع المسيح له كل المال. هيحس بسلام وبفرح وبراحة حقيقية. مشاكله المستعصية تتحل. امراضه المتعصية تشفى. احتياجاته المادية ياخدها بالزيادة. انا بتكلم بجد. وبتكلم باختبار اختبارات كثيرة جدا. مش وقت الحلقة ان انا هحكي قصص كتير جدا. يا حباي. الانسان اللي مشي في طريق ربنا يا سوع المسيح عايش باكتفاء وبغنى كمان وبشبع يا حباي. عشان كده المسيح المجد قال لي سابينة عندما ارسلتكم بلا كيس وبلا ميزو. هل اعوازكم شيء؟ مش هيوزهم شيء؟ برغم عن مهمشي لكيس فيه فلوس ولا ميزوة الشنطة فيه سندوت شاب كمان وما عواصمش شيء ازاي؟ ازاي دي بتاعتنا بتاعته هو الخالق الاله القدير القادر على كل شيء. هو الحياة يعني هو مصدر الحياة لكل انسان فينا. وخلي بالكم الحياة مش هنا عالارض بس. الحياة عالارض هنا حياتي عالارض هنا هي عربون مراسي لايه؟ للاعظم والاحسن. المراسي عربون مراسي الحياة الابدية. يعني الحياة اللي ما لهاش عدد الفوريفر بلا عدد بلا نهاية حياة ابدية. هعيش حياة مع المسئله والمجد. في وسط الملايكة الادسين والشهداء والابرار والادسين. اللي نعرفهم ما نعرفهمش. يعني حياة حياة. ليه معلومة برسول رسولي؟ ما عرفش والصفة هيقول ما لم تره عين. مفيش عين شافت كده؟ ما عرفش اوصف. ما لم تره عين. ما لم تسمع بيه اذن. مفيش تخطر كمان. على قلب البشر ما اعاد له الله. لذينا يحبونه. عشان بس تحب ربنا من قلبك. تحب ربنا من قلبي. تحب ربنا من قلبي. وامش في طريقه. ان هو الطريق والحق والحياة. انا مش هعيش مش هنال الحياة المطمئنة السليمة المريحة المفاش ماشي اجل. المفرحة دي هنا على الارض بس. لا دي عربون. ده مجرد عربون. هيبقى معها شوات دي كانت بسيطة لكن تتحول الى فرح زي ما نمسح لهم لكن دي عربوني المراس الحياة الابدية اللي ملهاش نهاية. مجد لا يضهيه مجد. ولم يخطر على قلب بشر يا احبائي. هكذا المسيح له المجد. اكد لنا انه هو الحياة. انا ايه اللي لم تؤمنوا? اني انا هو الطريق والحق والحياة. تموتونا في في خطاياكم. يا احبائي او حد فينا يتهاون في هذا الكلام. او يتكونوا على جانب. او ما فكرش شي على الاهل. ارجوكم من اجل المسيح. من اجل بلس من اجل المسيح. من اجل ابديتكم. من اجل ان كنتوا ما تموتوش خطاياكم. من اجل ان كنتوا ما تحكموش عن نفسكم بالموت الابدي. بالهلاك الابدي. فكروا في الكلام. ماذا انتفع الانسان? لو ربح العالم كله. وخسر نفسه. او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه? هو الفدي واحد بس. الرب يسوع. اللي جيه فدى البشرية. وخلص البشرية. كل من يؤمن به. تقول له ايه? حياة ابدية. ربنا يبارك حياتكم. ويحافظ عليكم. ويثبت كلام المسيح لون مجد في قلوبنا جميعا وانا اولكم. ويعطينا فرحه والذي اللي يشوفه اي قدرة. ويثبتنا في هذا الامل النفس الاخير. ويعطينا نعمة ان يثبته في الاخرين. وان نفتح الباب امام كل نفوس اللي متعرفتش على المسيح لون مجد. ان هو الطريق والحق الحياة. انهم يعرفوه. ويكتذبوا اليه. ويقامنوا بيه. وانتسكوا بطريقه. ويشوف طريقه. لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد.